إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين مخاب من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم سادتي ثبتنا الله على ولايتكم والبراء من أعدائكم لنفوز فوزا عظيم يا غريب يا مظلوم كربلاء لا تأمن الدهر لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غيارين وذو لسانين في الدنيا ووجهيني أخنا على يا عطرة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منه يوم بشخصين بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلا وبعض بالغريين بطيبة مدفون وأرض طوس وسام راية وقد ضمنت بغداد بغداد بدر حل وسط قبرين قريحيني يا رضا يا سدتي لمن أن عاء أسن ولمن أبكي بجفنان من عيناي قريحيني يعني عيني تقرحت من كثر البكى على الأولاد أبكي على الحسن المسموم مضطهدا يا زهراء أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم الحسين لقا بين الخميسين نحي على الأولاد يا زهراء الحسن المسموم في كربلة واحد واحد في المدي واتفرق وعليت وصار الشم التبديد واحد من إجعاد قضاه واحد من إجعاد واحد دفن عندي يميك يميك بالمدينة سيدتي واحد عنيك بعيد قبر الحسن عندي وقبر حسن وانه وسيداه حطوا يا زهراء اليوم 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 يا زهراء في بيتك عزية بالدار نصبها غريء بالغادر وانتي يا زهراء بالصفاية يحمخ تفية ليتك يا زهراء ليتك يا زهراء اليوم حالة تنظرين سيدتي وصلت خبر الأولاة قالت نعم يا شيعة أمير المؤمنين أبجي على أولادي قضايا أو بالسيف والسام وابجي على أبوهم ذبي حل بن ملج وإن كان بالله تسأله أني يا هو أعظم أعظم علي لنعاه ناعي على أحسن وياها وياها دهري رماني بالرزايا يبكي اللي غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمه ما شوف ساعة فارغي من النوح بالي كل المصايب هونتها مصيبة حسنة وحسينة يلا عليكم هش شطر ها أبجي على أولادي ذبايا آيح يوم عاش واني نصبت العزايا لهم وسط القبول وانسيت ظلع لي بصير الباب مكسور وأعظم علي لنعاه ناعي على أحسن دهري رماني بالرزايا آيح يبكي اللي غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمه ما شوف ساعة فارغي من النوح بالي كل المصايب هونتها مصيبة حسنة على حسن وحزني الأمر لله لا حوله ولا قوة ولا عسمة ولا منعة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل وردى عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا صدق رسول الله محمد وارحمنا بمحمد وثبتنا على ولايته حركة الإمام حركة الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام سلام الكلام في هذا العنوان يتم من خلال نقاط ثلاث نستعرضها تباعا حيثما يتسع به المقام النقطة الأولى في بيان معنى العصمة لما نقول أن الإمام عليه السلام هو معصوم والنبي معصوم فما هو معنى العصمة؟ العصمة شنو معناها؟ تفت لي جيداً يقول العلماء العصمة هي الاستقامة وعدم الخطأ الناشئ من العلم لما نقول أن النبي معصوم والإمام معصوم فهو لديه استقامة هذه الاستقامة تجعل المعصوم لا يفكر في معصية فضلاً عن ارتكابها ومن أين حصل على هذه الاستقامة التفت لهنا؟ من أين حصل على هذه الاستقامة المعصوم؟ حصل عليها عن طريق العلم والعلماء يقولون العلم على ثلاث مراتب ثلاث درجات أول درجة من درجات العلم وهي درجة علم اليقين الدرجة الثانية عين اليقين الدرجة الثالثة حق اليقين خل أضرب لك مثال حتى أوضح لك هذه الدرجات الثلاثة مثلاً أنت تمشي في طريق ما وترى دخان يتصاعد إلى عينان السماء أنت لا ترى ناراً وإنما ترى ماذا؟ دخان يتصاعد إلى عينان السماء هل أن هذا الدخان دخان نار؟ ما أدري دخان مصانع؟ لا أعلم دخان أشياء أخر؟ لا أعلم بمجرد أن ترى الدخان من بعيد يتصاعد إلى عينان السماء يقولون الآن أنت في أول درجة من درجات العلم وهي درجة علم اليقين الآن تعلم أن المكان الفلاني فيه دخان دخان شنو؟ الله أعلم بعد ساعة تتبحث وراء هذا الدخان تراه لا أكيد نار تشتعل أمام عينيك يقولون بمجرد أن ترى النار بأم عينيك ترقيت من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية وهي عين اليقين تقترب من النار تحس بحرارتها بلذعتها تصل إلى أعلى درجة من درجات العلم وهي درجة حق اليقين حقا أن هذه النار شنو؟ نار حارقة إذن هذا درجات العلم العلم له ثلاث مراتب بعد بيان هذا نقول المعصوم في أي درجة من درجات العلم درجة الأولى درجة الثانية الدرجة الثالثة لا شك ولا ريب أن المعصوم في أعلى درجة من درجات العلم وهي درجة حق اليقين ملتفت؟ لذلك يقول علي عليه السلام دليل على ذلك يقول عليه السلام لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينه؟ يعني أنا الآن واصل إلى منتهى العلم واصل إلى أعلى درجات العلم واصل إلى أعلى قمة من قمم العلم ما يحتاج كشف لي الغطاء أو لم يكشف لي الغطاء فأنا واصل إلى أعلى مستوى من مستويات العلم وهي حق اليقين إذن الاستقامة عند المعصوم من شأها العلم والعلم عند المعصوم في أعلى درجاته وهي درجة حق اليقين النقطة الثانية هل أن تكليف المعصوم تفت لي هنا جيداً هل أن تكليف المعصوم من سنخ التكاليف العام أم من سنخ التكاليف الخاصة قبل لا أروح إلى النقطة هذه لابد أن ألفت عنايتك إلى شيء مهم في الغاية أحببت أن أبينه هنا لما نقول أن المعصوم معصوم عند استقامة وناشئها الاستقامة العلم أن المعصوم معصوم في كل شيء علمياً وعملياً يعني ماذا علمياً وعملياً يعني المعصوم لما يستقبل الوحي من السماء لما يستقبل الملك من السماء ويستقبل الأوامر من الله عز وجل يستقبلها استقبالاً صحيحاً لا يشوبه شيء وإذا أراد أن يطبق هذا التكليف وأن يبلغه إلى الناس يبلغه تبليغ كامل لا يشوبه شيء هذا معنى معصوم علمياً أما معصوم عملياً المعصوم يستطيع أن يحدد هذه الفترة التي يعيشها هل هي فترة نهوض أم هي فترة جلوس لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الشأن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا انجل الآن أرجع إلى النقطة الثانية هل أن تكليف المعصوم من سنخ التكاليف العامة أم من سنخ التكاليف الخاصة تكليف المعصوم أيها الأحبة على نوعين على قسمين أكو تكاليف عامة وأكو تكاليف خاصة تكاليف العامة هي مجموعة من التكاليف التي يشترك فيها المعصوم وغير المعصوم تكليف عام يشترك فيه المعصوم وغير المعصوم بينما التكاليف الخاصة تكاليف فقط للمعصوم لا يشترك فيها غير المعصوم خل أجيب لك مثال مثلا الآن من التكاليف التي يشترك فيها المعصوم وغير المعصوم في التكاليف العامة إخواني وإن اشترك المعصوم فيها مع غيره إلا أن للمعصوم خصوصية التفت لهنا جيدا مثلا من التكاليف اللي يشترك فيها المعصوم وغير المعصوم مثلا غسل الميت إذا مات الميت قال الشارع المقدس وجب تغسيله بمجرد أن يموت الإنسان وجب ماذا؟ وجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه زين هذه تكاليف عامة يشترك فيها المعصوم وغير المعصوم المعصوم إذا مات فارق الحياة انتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة وجب على المعصوم الذي يليه أن يلي شأنه فعيله لا وأيضا الإنسان العادي إذا مات وجب على الناس وجوبا كفائيا أن يقوموا بتجهيزه ومواراته هذه تكاليف عامة يشترك فيها المعصوم وغير المعصوم لكن وين الخصوصية وإن اشترك المعصوم مع غيره إلا أن فيه خصوصية للمعصوم دون غيره وين الخصوصية التفت لهنا؟ يقول الفقهار علة وجوب غسل الإنسان لأنه ينجس بالموت إذا مات أصبح بدنه ماذا؟ نجساً فلو لامسه شخص بعد برده وقبل تغسيله وجب عليه ماذا؟ غسل مس الميت ليش؟ لأنه ينجس بالموت الإنسان العادي ينجس بالموت لكن هل المعصوم حال حال سائر الإنسان العادي؟ الناس العادية؟ صحيح وجب تغسيله لكن هل هو ينجس بالموت كما ينجس الإنسان العادي؟ لا هنا تبين لك الخصوصية وإن اشترك المعصوم مع غيره إلا أنه يحتفظ بطهارته حياً وميتاً ولذلك شوف وصية الزهراء عليها السلام لأمير المؤمنين تقول ليا أبا الحسن غسني من فوق ثيابي هذه فإني طاهرة هو إجراء ماء الغس فقط إجراء ماء الغس وإلا الزهراء عليها السلام ماذا؟ طاهرة إذن مما يدلل إلى أن الخصوصية مع وجود هذا التكليف إلا أن المعصوم له خصوصية هذه تكليف عام بينما التكليف الخاص التكليف الخاص للمعصوم فقط دون غيره لا يشترك معه أحد من الناس مثل ماذا؟ مثل صلاة الليل صلاة الليل من الأعمال المستحبة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى لكن بالنسبة للنبي الأكرم صلاة الليل المستحبة لواجبة ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال كتبت علي ثلاث ولم تكتب عليكم يعني على نحو الوجوه بلحاظ الوجوه الوتر والسواك والأضحية هذه ثلاثة أمور واجبة تكليف واجب على النبي صلى الله عليه وآله إذن هناك تكاليف خاصة وهناك تكاليف عام إن جئ إلى النقطة الثالثة ليش إحنا طرحنا معنى العصمة وليش جبنا هذا المعنى الآن بالنسبة إلى حركة المعصوم التي يتحركها في زمانه صلوات الله وسلامه عليه لما نقرأ سيرة أهل البيت عليهم السلام نجد أن سيرة أهل البيت كل إمام يختلف عن إمام آخر أنت تسأل تقول ليش هذا فعل كذا وذاك صنع كذا أوليسهم من دوحة واحدة أوليسهم معصومون من قبل الله عز وجل فلماذا هذا يتحرك ولماذا هذا يصمت لماذا هذا يتكلم ولماذا هذا يقول ليش تدري لماذا لأن تكليف المعصوم بالنسبة للحركة التي يتحركها ليست تكليفا عاما حال حال سائر الناس مو بكيفة مو بمزاجة وإنما هو تكليف خاص من قبل الله تبارك وتعالى ولأأتي إليك بعدة روايات تشير إلى هذا المبدأ مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال نزل جبرائيل على النبي الأكرم قبل موته بلحظة من اللحظات آخر ساعة من ساعات رسول الله نزل معه كتاب وفيه خواتيم من ذهب يعني أقفال فأمره أن يسلم هذا الكتاب لأمير المؤمنين وأن يفك خاتمه ويعمل بما فيه وأمره أن يدفعه من بعده إلى إبنه الحسن المجتبى عليه السلام وأن يفك خاتمه ويعمل بما فيه وأمره أن يدفعه من بعده للحسين عليه السلام ويفك خاتمه ويعمل بما فيه وهلما جرى من إمام إلى إمام هذا الكتاب يتوارثه المعصوم من معصوم إلى آخر ويفك الخاتم ويعمل بما فيه مما يدلل على أن هذا التكليف تكليف عامله تكليف خاص تكليف خاص حركة المعصوم بعد أجيب لك رواية ثانية دخل رجل على الإمام الحسن المشتبى أو قبل الإمام دخل رجل على الإمام الباقر عليه السلام قال له يا ابن رسول الله أولست أنت إمام معصوم شو التفت إلى سؤال جيد قال لبلا قال لعلي بن أبي طالب معصوم لو لا قال لبلا قال لحسن والحسين قال لماذا لا تقم كما قام علي والحسن والحسين إمام علي قام في بعض معارك وجهادة في سبيل الله تحرك يعني أمير المؤمنين والإمام الحسن راح يجيه راح يجي نهاية الكلام ومشلون قام الإمام الحسن والحسين عليه السلام كذلك قال له الإمام عليه السلام ذاك عهد من الله عز وجل قَضَاهُ التي تعرفونها مع ذاك الرجل اللي دخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول لك مئة ألف سيف يا ابن رسول الله وحقك يعني أنت ما شايف هذا بالوجدان يعني أنت تتفكر بس بذاك الزمان بالوجدان أنت شايفة تعيش الآن يجي واحد ما يعرف يمين من شماله ما يعرف أدنى مسألة من مسائل الفقه أدنى مسألة من مسائل الفقه والشريعة يجي يعترض على كلام المراجع والفقهاء ليش ما قال وليش ساكيت ولماذا لم يتحدث أنت تعال مولانا بسألك سؤال أنت أدنى مسألة من مسائل الفقه ما تهتدي لجوابها تحط نفسك في مصاف الفقهاء والمراجع وانت خلي المسألة يعني الآن حقك هو داخل بيته مكون من أسره وهو وأولاده ما يقدر يتخذ قرار واحد في داخل أسره بسيطة معدودة الأعداد عدل له لا ما يقدر يتخذ قرار داخل بيته وأسرته ما يقدر يتخذ قرار بيرجي يعلم الفقهاء شلون يتكلمون وشلون يتحدثون هذه مصيبة عظيمة بعض فهذا بالوجدان يعني يقول لك مئة ألف سيف يا ابن رسول الله قال للإمام عجيب لمئة ألف سيف وأنا لا أعلم بهم وانت ان شاء الله شنو فيهم قال لا أنا واحد تخليني يا ابن رسول الله قائد من قوات جيشك تفت الإمام إلى أحد غلمان الإمام بعض الأحيان يعني ماكو طريق للعلاج والحل لها الطريق هذا فيل تجي إلى المعصوم قال لا اشعل النار اشعل التنور أخذت النار تشتاعد تفت إليه قال لا ولست أنا إمامك معصوم وفترض الطاعة قال لا بلى قال لا يلا تفضل يلا اطيعني ليس أنا إمامك ليه الولاية المطلقة يلا تفضل قال لا أجري يا ابن رسول الله أقني شوي ودخل واحد من أصحاب الإمام واضعنا عليه تحت إبطال سلم سلام عليك قال له وعليك السلام يا هذا اجلس في التنور قال له حبا وكرامة لك يا ابن رسول الله وجلس في التنور يسبح الله إمام التفت إليه قال له عندك مثل ذولة عشر ترى الحجية والقضية مو هتافات وصراقات وعويل هذا كل هباء منثور يثبت في نهاية الموقف له يتزلزل إذن هذا مبدأ عمل عليه أهل البيت عليه السلام ويدخل رجل على الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لي يا ابن رسول الله لماذا لا تقم لماذا لم تتحرك فالتفت إليه الإمام الحسن قال له يا هذا أولست أنا حجة الله على الخلق قال له بلى قال له أوليس قال فيي رسول الله وفي أخي الحسن والحسين قام أو قعد أو قعد قال له بلى قال له يعني أنا إمام قمت أو لم أقم فأنا ماذا إمام حجة الله على الخلق قال له بلى قال له وأما حجة علتي بهذا الأمر الذي أنا مضيت عليه لا أريد أوضح أكثر من هذا زين لعلة وجود أمر كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه صالح بني ظمر وغيرهم لكن مع ذلك أيها الأحبة مع كل هذا إلا أن الإمام لم يسكت إمام الحسن ما سكت أبدا وما خضع عين جيشا وعلى قيادة الجيش عبيد الله بن العباس ابن عم وتعرف هذا شنو يعني ابن عم الإمام الحسن هذا يطلب ثار الرجل قاتل إلى أولاد اثنين قاتلهم إلى أولاد اثنين يعني طالبه بدم مع ذلك شوف الدنيا شي تسوي بالإنسان ينحدر من الثرية إلى الثرى أرسل إليه أموال في الليل المظلم وترك جيش الإمام الحسن مو بس هو لوحدة لا خده يا جماعة ما دام هذا القائد ما دام هذا رئيس القوم فما بالك بالذي تحت يديه وترك الإمام الحسن وانضم إلى الجيش المقابل وكذلك عين الحسن عليه السلام شخصا آخر ونفس القضية وكذلك عين الإمام الحسن عليه السلام شخصا ثالثا ونفس القضية لا الجماعة ضمنوا للرجل أن يسلموه الحسن مقيدا حتى جو إلى لو شئت لأسلمناك الحسن مقيدا وش تريد يعني ما دام أناس هكذا فعلهم زين والحركة مو تريد إلها رجاجي لتنهض بها لو لا لو بس هتافات وصراف وحوية تحتاج إلى رجال مع ذلك شوف إنموذج الناس مثل ذاك اللي يجون إلى إذا صار وقت المعركة سوى صعد على التلة وأخذ يتفرج قال تعال شو القضية أنت ساعة مننا وساعة مننا وإذا صار المعركة والقتال سعت على التلة وتتفرج على القتال قال أنا عارف القضية أنا عارف الصلاة مع علي بن أبي طالب أتم والجلوس مع فلان على المائدة أجسام والجلوس على التلة فوق الحرب أسلم أنا عارف القضية أمثالها النماذج هذه شلون الإمام الحسن ينهض بعد أمثالها النماذج والأشكال كيف ينهض الإمام الحسن صلوات الله عليه مع ذلك أنه ظلم ظلامة شوف ظلامة الإمام الحسن عليه السلام لم يتعرض إليها أحد أول ظلامة يمرون على الإمام الحسن وبأي صيغة يسلمون عليه وهذه هذه مصيبة كبيرة ريحانة النبي فلذة كبد رسول الله وفاطمة السلام عليك يا مذل المؤمنين إلى هالدرجة هاي من بعض الظلامات اللي تعرض إلى الابعد أعرض إليك جملة من الظلامات يقف رجل على رأسه يطعنه بخنجر مسموم في فخته أأشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبلك ومتى علي بن أبي طالب أشرك لكن حتى تعرف الصور والنماذج والتاريخ كيف والمصيب العظمى أنه قدم إليه سمى نقيعة لا هي مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات حتى إذا أصابه ذلك السم النقيع حس من فيه إلى سرته من يقطعها بالسكاكين ويجرحها بالمواسيين خرجت من الدار وأغلقت الدار على الإمام الحسن وبقي إمامكم يجود بنفسه يا الله يا الله واسي الزهراء وكلما جرى السم في بدنه أخذ ينادي وجدايا وحوى محمدا شوي وإذا بالباب تطرق دخل عادمان هذا العضيد هذا الأخها دخل الإمام الحسين وإذا بالحسن قد تغيرت ألوانه جلس عند أخي كيف حالك أراد أن يتحدث الإمام بأبي ونفسه وإذا بالحسين اختنق بعبرة صاح وأخاه التفت إليه الإمام الحسن قال له أخي أبا عبد الله أتبكي علي لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يوم يزدلف إليك الرجال فيذبحونك من القفى وأنت عطشان فلا تسقى وضمآن فلا تروى وإذا به ينادي أخي أبا عبد الله علي بهذا الطاشت جاء له بذلك الطاشت قال له أخي أبا عبد الله إلزم راسي لزم الإمام الحسين رأس أخيه الحسن وإذا بالإمام يتقي يأدما عبيطا وويلا وشهيدا ومسموما ترى هذا غريب هذا غريب وإذا بالحسين ينادي أنا ما قلت لك إياي وارث علوم النبو وياي اقطع ولا تواصل عديمة هالأمرو ايام يا أكتاك الزااد آد جعدها العدو خفنة ومن همايا سلامنا يا ولينا قل لا أنا شربت السام قبل السامر ولا شفت مثيل هالحرارة عشر معش المايلي من لي شربتين قلبنا يقطع الجبدي مثل أمواس السنين وحسين هذا مشهد وأما المشهد الآخر المصيبة تسمعها غدا أما المصيبة العظمى لما حملت جنازة الإمام الحسن وجاءوا بها إلى قبر جده رسول الله وإذا بالسهام كرشق المطر حتى أصيب ذلك الجثمان بسبعين نبل أولي أولي شال الجنازة والودي عصيح يا حسين وياي بجنازة المسموم ريض يا ضيالع ريض يا بوسكنا بنعاش حلوي الجهام ونشرع لتابوت لمشاكرها لعمام سفر الشفان عن واجهه تودع اليتامه ودعتك الله يا حسين هالسفر لاوي ريض يا بوسكنا بجنازة حلوي الأطباء ومروا وبتاب وتعلمك سورة الأضل خل على الرضا وخلنا نجدد تودع وقف يا أخو يا ذابتي قلوب النساوي ريض يا بوسكنا بجنازة حلوي الأطباء ومروا وبتاب وتعلمك سورة الأضل خل على الرضا وخلنا نجدد وقف يا أخو يا ذابتي قلوب النساوي عرّج يا بوسكنا على قبر البتول ابن عشي بينها وقبر يا أخو يا أهلات حوف رابعي يدعان دفنا بكتورها بالشتي هاوين حزين لاوين ماشي بكعبة الوفاد يا حسن